ممكن تقول لنا عن هذا العمل الرائع اللي هو الفور سيزنز لفيفالدي؟ الفور سيزنز أو الفصول الأربع هي أربعة كونشيرتويات داخلة بمجموعة مألفة من 12 كونشيرتو كتبوا فيفالدي لآلة منفردة وأركسترا من هيك سموه كونشيرتو والكونشيرتو يعني عزف منفرد مرافق من الأركسترا وأول أربعة مقطوعات من هذه المجموعة 12 كونشيرتو اسمهم يعني فيفالدي برحلة عاملة لمدينة اسمها مانتوفا اللي هي رحلة فيها كتير مناظر طبيعية بهذه الرحلة فيفالدي قرر أنه يكتب أربعة كونشيرتويات للطبيعة وكل كونشيرتو بيحكي عن فصل وكل فصل فيه ثلاث حركات صح تنبلش بفصل الربيع أول شي فصل الربيع هو عبارة عن الولادة من هيك فيفالدي نقل مطلع يكون مطلع فرح وهذا ميزة فيفالدي أنه كيف بهذا الأربعة فصول الألحان اللي ألفها أسطورية الحان خرفية يعني بقيت لليوم إذا بتسمعيها لولد صغير بيعرفها على طول بقى المطلع كان كتير مشهور وكتير فرح لفيفالدي بعدين بيفالدي قرر أنه ياخد كل الأشياء يلي تطلع بفصل الربيع مثلا مثل زكزكة العصفير مثل تضفك الأنهر هي أصلا تعتبر موسيقى وصفية تصويرية تصويرية أو وصفية أو تصويرية تصويرية اشتركوا في القناة